إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الأذى وأورثنا بني إسراء إلى الكتاب أسطورة من أساطير التلاوة صوت قوي جهوري ومع هذا يحتوي على خشوة غير عادي فيه صرخات في نهاية كل جملة نغمية يقوله وفي كل آية ويشارك أن المستمع ينتظر نهاية الجملة حتى يستمتع بهذه الصرخة التي ليس فيها تكلف ولكن تشعر أنها من القلب يبدأ بقرار بيات كعادة القراء وفجأة يصعد إلى جواب هذا المقام وهنا تظهر الصرخات تظهر تظهر الإنفعالات تظهر الخشوع خلطة عجيبة لم تحدث في تاريخ التلاوة بين قوة وبور في الصوت وفي نفس الوقت خشوع غير عادي الشيخ كامل يوسف بهتيمي حتى إذا ذهب إلى مقام مثل الحجاز الذي يقال عنه مقام التنديد والقوة والزجر والتهديد نلاحظ أنه يقول هذا المقام بخشوع غير عادي ومقام السيكة المبهج أيضا أشعر بالبكاء صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أجمل أو أحسن الأصوات قال من إذا سمعتمه حسبتمه يخشى الله تشعر أن الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله يخشى الله أثناء التلاوة انتقالاته انفعالاته تشعر أنه يذوب في القرآن ومعاني القرآن قارئ يحس ويسمع مثال على أسلوب كيف يسيطر على المقام يضع عليه وإحساس الخشوع مع أن إحساس المقام غير هذا مثال يا أيها الإنسان ما غرك إحساس وتدفق في الحاسيس لدرجة أنه يشارك وكأنه في مسجد يتعبد ويتعايش مع القرآن حقا صوت من القلب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة